النهاردة شهدت أيضا مشاركة رمضان صبحي لأول مرة من شهر مايو اللي فات اللي كانت آخر مباراة لعيبها قدام الجونة وتعرض بعدها لإيقاف مؤقت إجباري بسبب اتهامه بالتلاعب أو محاولة التلاعب في عينة سحب المنشطات أو كشف عن المنشطات ورجع بالقرار يوم الأربعاء الماضي وبالتالي ظهر النهاردة على مقاعد البودلاء وشارك في الربع ساعة الأخيرة في مركز العشرة لما غير يوريشيتش طريقته من طريقة 4-3-3 لـ 4-2-3-1 بحثا عن إدراك التعادل الذي لم يأتي تبدو الفرصة الأخطر لبيرامدز في المباراة لإدراك التعادل عن طريق البديل محمود زلاكة اللي نزل بدلا من مصطفى فتحي لكن قبل ما نستعرض اللقطة تعالوا نشوفه هو مصطفى فتحي خارج كان خارج إزاي متضايق مصطفى فتحي اللي لعب المباراة الماضية ولم يبدي خطورة على دفاعات الأهلي والنهاردة كمان لم يكن خطرا على دفاعات الأهلي أو بمعنى أدق لعبة الأهلي كانت مقللة تماما من خطورة الجناح الأيسر أو الأيمن وهو خارج قرر يوريشيتش أنه بينما بيد التعاليمات يروح له يسلم عليه رفض مصطفى فتحي وقال له ابعد ونزل كده من تحت إيديه علشان ما يسلمش اللقطة اللي بعدها على طول محمود زلاكة البديل بتاع مصطفى فتحي تصويبة من فخر لكاي اللي تحول من الجناح الأيسر إلى الجناح الأيمن عشان يلعب مكان مصطفى فتحي زلاكة اللي بقى يلعب ناحية الشمال مكان فخر لكاي اللي غير مكانه فخر شاط الكرة عدت من لعبة بيرامدز وكل لعبة الأهلي اللي قدامكم وصلت لزلاكة المنفرد بالمرمى الخالي تماما لكنه لعبها بيمنى فوق العرضة علشان يقعد تقريبا دقيقة كاملة متحسرا مندهشا من إهدار الفرصة الخطيرة فيما تبقى من المباراة وبعد البطاقاتين الحمروين اللي خدها محمد الشيبي واللي خدها البكريت التاني خالد عبدالفتاح بسبب إنذار تاني اعتمد بيرامدز على الكرات العالية واعتمد الأهلي على الدفاعات المحصنة اللي كان أبرز لعبي فيها مروان عطية في الشوط الأول تحديدا وكان معاه خالد عبدالفتاح كان عامل أداء دفاعي متميز في الشوط الأول والتاني من المباراة قبل ما يحصر على البطاقة الحمراء الكرات العالية كلها وجدت من يردها سواء رامي ربيعة أو محمد عبدالمنعم أو باقي اللاعبين وأحمد الشناوي نفسه خرج في إحدى الكرات وكأنها مباراة نهائي كاس فعلا زي ما قال المعلق الكابتن مؤمن حسن لأنه بالفعل بيرامدز كان عارف أنه التعادل يدي له فرصة نفس أطول للمنافسة على اللقب أما الخسارة فكانت بتبعده وهو ما حققه الأهلي بانتصار ثمين جدا في ظرف عشرة أيام جاء من نهاية أفريقيا وانتظر هذه المرحلة عشان يلعب مع بيرامدز اتناشر واثنين وعشرين وفازة تلاتة اتنين وواحد صفر وارتقى خطوة جديدة في صراع المنافسة ايه بقى اللي جاء